سامح شكري عمل لقاء مع سي ان ان واتكلم الحقيقة مع في المحطة الامريكية وقال انه وسيقة الاستخبارات الاسرائيلية اللي بتكلم عن تهجير الفلسطينيين لسيناء دي وسيقة مسيرة للسخرية وقال انا حتى ما اتكلمتش مع الادارة الاسرائيلية فيها لانها حقيرة وما تستحقش واعتقد دي حاجات يعني فعلا بتسير ليش مئزاز مسيرة للسخرية وقال انه طبعا هاده الكلام هاده الكلام اللي بيطلع من بين حين وآخر من الجانب اسرائيلي لانه علق عليه لانه بيطلع من جهات في الاخر الحكومة الاسرائيل بتقول بتقول مش الكلام ده مش معانا الكلام ده مش رسمي هاتلي الفيديو يا سرد كده سمع هاتلي بيطلع من جهات انه بيطلع لده دا كلام وزير خارجية مصر عن التهجير وعن الوثيقة الاستخباراتية اللي قلتها من الاسبوع اللي فات تكلمني عن وثيقة وزيرة الاستخبارات الاسرائيلية عملتها وصربوها للصحف والصحف نشرتها وإحنا قلناها هنا وقال لك طلع ساعتها مين أعتقد حافظ المراز يباين قال دي فزاعة بيخوف الناس ومش عارف اهو اهو طلعت الموضوع زي ما قلناه واتكلمنا عنه انه قادي خطة وقادي كذا والموضوع مش من دلوقتي الموضوع جماعة من السبعينات من 71 البي بي سي خلال كم يوم يوم 24 يمكن طلعوا وثائق البي بي سي طلعت وثائق بتؤكد ان كانت هناك خطة سنة 1971 لتهجير الفلسطينيين الى سينا خطة موجودة كان شيمون بيريز موجود وكان السفير الاسرائيلي وكان الجماعة البريطانيين واتنشرت روها يعني انا بقولك عنوانه البي بي سي نشرت هذا الكلام نشرت الوثائق البي بي سي نشرت الوثائق بتقوله من 71 يعني الخطة مش من النهاردة من نهارة 70 يعني من 53 سنة من 53 سنة الخطة موجودة كل شوية تطلع يحصل عراقيل يأجلوها بس هما عندهم الخطة الخطة الاسرائيلية لا تموت بالتقادم خطة الدولة الكبرى والاسرائيل الكبرى من نهارة الفراط لا تموت بالتقادم خطة تهجير الى سيناء اللي بيسموها فلسطينة المصرية لا تموت بالتقادم احنا بننبه الناس بننبه الناس ان احنا ما بنقولش كلام لاستغفال الناس معاذ الله ولا بنقول كلام لدغدغة مشاعر الناس معاذ الله احنا بنقول الكلام اللي بينور الطريق بنواعي الناس بنفكر بعض كلنا عشان كلنا نمشي في سياق واحد مش كل واحد فينا بيبص للقضية من وجهة نظر مش كل واحد بيبص من زاوية اهو قدام حضرتك اهو قادل بي بي سي بتقول اسرائيل وضعت خطة سرية لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى العريش في سيناء عام 1971 دي وثائق بريطاني اهو قدام حضرتك اهو سنة 71 اهو اهو شايفين حضرتكم اهو اهو يا حافز حافز المرازي يا حافز هاتلي يا ابني الصورة دي الصورة دي مهدال حافز المرازي اهي هاتلي الصورة تانية يا ابني لا سمع اهو الصورة دي اهو من البي بي سي اهو مش من عندنا يعني دي مهداء الى السيد حافز مش فاهم حافز المرازي صورة الى الذين لا يفهمون ويسيئهم ان يفهم غيرهم اهدي اليه هذه الوثيقة الى المشاككين فيما نقول الى المشاككين في رواية وسردية الدولة المصرية نهدي اليهم اذا كان لا يتقوا الا في الصحافة الاجنبية واحنا لا نتق فيها بقول لهم اهي احنا عندنا وثائق بتقول هذا الكلام تم عرض الموضوع على من امتى يا جماعة الموضوع ده من ايام ارجعوا اقروا من ايام المندوب السامي البريطاني في مصر لورد كرومر ووكيل وزارة الراي المصرية وكيل وزارة الراي والاشغال المصرية رفض هذا الكلام الكلام ده يا جماعة يعني من ايام اللورد كرومر وكان عضو اللجنة كان او رئيس اللجنة كان بوتروس غالي اللي هو جد بوتروس غالي دلوقتي كان رئيس الدراء مصر كان عضو في اللجنة فكرة انهم ياخدوا سيناء ايجار تسعة وتسعين سنة يا جماعة ايه تاريخ يا جماعة يعني ارجو الناسكم ده شغف المهارسة